هو بداية يعني خلينا بقى متفقين الموسم ده موسم نجح بكل المقييس وبصرف النظر حقيقة عن فكرة التتويق بالدوري من عدم يعني عشان تبقى الامور في نصابها الصحيح ما اعتقدش انه في فرقة بتدخل كل او بتاخد كل الالقاب في كل البطولات اللي بتشارك فيها ده مش معناه ان احنا مش عايزين الدوري بالعكس احنا متمسكين احنا كالجماهير نادي اهلي متمسكين بالدوري وبلاقة بالدوري اللي احنا هم حقينه في اخر خمس مواسم متتالية بكل ما قوتينا من قوة وزي ما قلت في بداية الحلقة جمهور نادي الاهلي لغاية الثانية الاخيرة من اخر مباراة في عمر الدوري عنده يقين باذن الله انه الاهلي قادر على حسم البطولة وعد علينا اصعب من كده وان شاء الله باذن الله مرة تانية نحن لها لكن الحقيقة في نقطة تانية لازم الجماهير تحطها في الاعتبار وعتقد كمان وبالتأكيد ادارة النادي الاهلي سواء مجلس ادارة ادارة الفنية بقياد مستر بيتشو المسلماني بتفكر فيها لان احنا لعبنا موسمين متلحمين بشكل متواصل دخلنا في عدد كبير جدا من البطولات ما دخلوش اي نادي في افريقيا واشك انه كمان حتى على مستوى العالم كله وعندنا كمان موسم تالت يبدو انه هيبقى متشابك لانه جزء كبير من قوام المنتخب المصري من لعابة النادي الاهلي وبالتالي اللعيبة دي شغالة او هتشتغل تلت مواسم بدون فترة راح بكرا ان شاء الله مع تلاقي الجيش مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن عمر الحديدي بشرفنا النهاردة في السادسة مساء خير كابتن عمر موسم صعب عنا بتهيالي يعني انتوا لعبتوا وحققتوا بطولات وجبتوا القاف كتير جدا نادي الاهلي بس ما فيش فترة او ما فيش جيل عانى من الظروف اللي بيلعب فيها الجيل الحالي والحقيقة انه محقق يعني مقدرش حقيقة الوم عليهم الناس الحقيقة دخل بطولات عالمية وقرية ومحلية كم كبير جدا من المطشاط في ظروف غير طبعية بص يا سيد احمد احنا دلوقتي يكون نتكلم ان احدك في فصل موسمين مضغوطين في موسم واحد لعبة النادي الاهلي هم بنقدمين مش ادوات او مكان شغال احنا بنتكلم ان النادي الاهلي بيشترك في كل بطولات مش مطلوب احنا كجماهير بقى مش جوه الملعب مش عندنا تشبع غير لكل بطولة موجودة احنا عايزان احنا بنقول لنفسنا كده متعودين على كده بالذات يا كابتل عمر لما نكون حاسين ان البطولة بتاعتنا ونستحقها يعني في اوقات الاهلي او اجيال الاهلي فيها مكانش في فورمته او او ما تحسش انه الحق والاقدر بالبطولة جمهيرنا دي اهلي في الوقت دا ما كانتش متضايق من الفرق او متبقى جزع لنا انه حاسة ان ما كناش فعلا نستحق هقول لك الحاج احنا متفقين ان النادي الاهلي الموسم بتاعهم مقسوم نصين موسم ما قبل البطولة والتتويج وموسم ما بعد البطولة وتكملت مسيرة النجاحات العشرة كانت مهمة جدا تكون موجودة في دلاب النادي الاهلي خلاص احنا داتي متفقين على كل حاجة حصلت من لعيبة الكورة ومجلس الادارة والعاملين والنجحين والجماهير حصلت في الجزء الاوليين الجزء التاني احنا بنقول لنادي الاهلي انت اخدت البطولة دي دلوقتي وترشحت لنكتلع بطولة عالم لتاني مرة ورا بعد على طول لتاني سنة يعني اللعيبة اللي موجودة دي عندها دلوقتي نهاية بطولة دورة عام يخلص من 27 عندك تجمع منتخب اعتقد قوام النادي الاهلي 28 28 28 هيبقى فيه حوالي مش اقل من 8-9 العيبة غير الموجودين من المنتخب الولومبي بعد كده عندك مباراة صبر يعني هتلاقي المسافات فترات راح هتبقى ليه لقوي يا كبسي صاحب قوي يعني يومين تلاتة بالكتير اكتر من كده لا عشان يبقى موجود وجاهز للمعرقة اللي بعدها بنسميها احنا في الملعب للمعرقة للبطولة اللي بعدها نسميها بالمسمى الرياضي البطولة اللي بعدها اسمح لنا هكمل كلامنا كابتال عمر تعال نروح التتش مع مشاهدي السادسة نتابع تمرينة النادي الاهلي النهاردة واستعداده لطلاع جيش هيكون معنا زميلنا محمد توفيق من ملعب مختار التتش في النادي الاهلي محمد مساء الخير نتعرف منك على تمرينة النادي الاهلي النهاردة عارف انه ويمكن تكلمنا مبارح انه الشحات الحمد لله طمنا عليه وانه جاهز المشاركة كمان بدر بنون بعد سلبية المسحة تكلمنا عن مشاركته من النهاردة وتكلمنا على تمرينة الفريق والسعداد والمطش طلاقة الجيش بسهر الخير الزميل عزيز أحمد تحياتي ليك والدفع الكريم الكابتن عمر حديد واحد من نجوم مصر والنادي الأهلي ونجم خط الدفاع زي ما انت ذكرت يمكن النهاردة استعادات أكثر من رائعة وختام استعادات النادي الأهلي لمبارات طلاقة الجيش في إطار مبارات الأسبوع الواحد وثلاثين المقرر لها ان شاء الله تساعة مساء غدن السلساء على استاد الجيش بالسويس يمكن اللاعبين حضروا للنادي في السلسة عصرا كان فيه محاضرة فنية بالفيديو تدت الساعة أربعة واستمرت النصف ساعة انتهت في الرابعة والنصف بعدها نزل اللاعبين لأرض الملعب كان فيه محاضرة في البداية من كابتن سيد الحفيز نكلم فيها مع اللاعبين وحفزهم علشان المباريات الأربعة المتبقية من أمر وصابقة الدول العام وأكد كابتن سيد الحفيز على ان الهدف واحد هو الفوز ان شاء الله في الأربعة مباريات المقبلة وان اللاعبين يعملوا اللي عليهم ويسيبوا النتائج بتاعة الفرر أخرى أو أي أمور أخرى دي طبعا سيبينها للتوفيق وفي فضل الله يكون التوفيق معنا في الفترة الجاية التركيز يكون على مباراتنا ده اللي أكده كمان مستر موسماني وقال اللاعبين وأكد أكثر من مرة قال عندنا فرصة واحدة هي اللي بنلعب عليها أن احنا نفوز في الأربعة مباريات وبعد كده التوفيق بتاع ربنا وأمر مطروك لربنا تدريب ابتدى بعض التدريبات البدنية الخفيفة طبعا نظر للضغط وتقارب المباريات واللعب كل سياس أيام كمان بالإضافة للسفر بعد كده تم عمل تأسيمها في نصف ملعب شارك فيها معظم اللاعبين كانت تتسم بالحماس ممكن كمستر موسماني وقف التدريب أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء وشرح بعض الجمل اللي عاوز ينفذها إن شاء الله في مبارات الغد يمكن زي ما أنت ذكرت محمد شريف هو الغاب الوحيد عم ران اليوم كلمته مع دكتور أحمد أبو عابل وسألته قال إن شاء الله بعد مبارات طراع الجيش هيكون في أشعة يوم الأربعان إن شاء الله لمحمد شريف إن شاء الله يكون النتيجة كويسة بتاعة الأشعة هياخد بعض التمرينات الخفيفة ومن ثم هيكون إن شاء الله موجود مع المباريات المقبلة من عمر مساوقة الدول العام يعني إن شاء الله أخي مباراتينا أو أخي مباراة هيكون محمد شريف موجود مع بقى الفريق بشكل طبيعي بإذن الله بالنسبة لمشاركة بدر بنون شارك في المورام بشكل طبيعي جدا وبشكل كامل وأدى سواء التمرينات البدنية أو كمان شارك في التأسيمة كمان حسين الشاحات موجود النهاردة بطمينك عليه بطمين كل مشاهدة القناة النادي الأهلي موجود الفريق تتم التمرين اللي استمر لقرابة ساعة ونصف بشكل أكثر من رائع الفريق دلوقتي يدخل لغرف الملابس هيتناولوا وجبة الغداء لأن طبعا التمرين كان بدر النهاردة وبعد كده اللعبين هيؤدي صلاة المغرب والتوجه مباشرة لمحافظة السويس للمبيد فيها وإن شاء الله معهم دعوات كل جمهين النادي الأهلي بالتوفيق إن شاء الله وحصاد ثلاث نقاط أمام طلاعي الجيش وإن شاء الله بنعمل اللي علينا ونفروض بلعب مبارات والتوفيق إن شاء الله بتعرف بنا ده أكيد يا محمد خليني أسألك قيمة الفريق تلعت ولا لسه قيمة الفريق اللي هتسافر مع لسه ما طلعش زميل عزيزي أحمد يمكن التمرين منتجح حالا دلوقتي تمام هنتبع معك على مدار الحلقة ونعرف القايمة اللي يحترها مستر بيتشو مستماني إن شاء الله موفقين بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل ملعب مختلطتش في النادي الأهلي طيب كنت تتكلم على تلحم المواسم كنت تتكلم يعني الحقيقة مش بس تلحم المواسم مش بس حالة الإيجاد قال تهلي كمان إنه جدول المسابقة السندي يعني استثنائي أنا ما شفتش على مدار السنين السنين كلها الحقيقة فرقة بتلعب أكتر من المطشاط الدول الأول فأقل من شهرين يعني ما حصلتش قبل كثير مع حضرك بنتكلم إن كل أربع تيام مطش الأربع تيام دول المطش أنت بتلعبه بعد كده الاستشفى تاني يوم بعد كده ما فيش حاجة يعني هنتكلم في محاضرة بعد كده التطريبات الخفيفة بعد كده السفر لمبارات تانية أو لو في القيارة هتخش في معسكر الأربع تيام دي إحنا على الأقل كنا بنقول أسبوع لو حتى في مبارات مضغوطة بتبقى خمس تيام تعتبر إن اليوم اللي ما قبل المبارات بتصحح فيه حاجات بتلعب الكهر السبتة والحاجات البسيطة اللي بيبقى فيها اتفاق ما بين الجهاز الفني واللعيبة بعد كده بيبقى فيه تجميع من اللعيبة ما فيش وقت أنت ما تكلمش فيش وقت يا أسوة أحمد دلوقتي الموضوع مضغوط كمان مضغوط على عيبة النادي الأهلي أهم حاجة يسيب كل ده يحط وراء ظهره ويفكر في حاجة واحدة بس الأربع متشاط 12 بونت ما تبصش لحد ما تبصش للميديا بتكتب إيه ما تتكلمش عن أي حاجة بتتقال أنت عارف هدفك وكلمة والناس هتفهمها كويس يمقرون ويمقرون الله والله خير المكرين إحنا عارفين إحنا هنشتغل إزاي وإحنا مطلوب مننا هنوصل لإيه الهدف الوحيد ل 12 بونت بعد كده غيرنا يبص علينا إحنا مش هنبص على حد حصل الكتير قوي معنا وإحنا موجودين في النادي الأهلي في التسعينيات كان بيبقى الفرق 9 و 11 بونت وكان فيه حديث مرة بينه وبنكاب ثابت وإحنا في غرفة الملابس رحمة الله عليه ما يرحمه قال لي كلمة بقول له يا كابتن انت فاضل دقيقة خلاص ما مطش خيرس كده خلاص احنا كده تمام تمام قال لي بتهيأ لك دقيقة ونزل الكابتن أحمد الكاس أحرز هدف وكسبه المحلة في دقيقتين الوقت الضايع ولا الثلاث دقايق هدفين خلاص ما مطش موضوع انتهى أقل مطش كل الناس كانت عارفة أنه هيبقى سكور من نادي الزمالك زمال الخسر في السويس 1-0 كرة أحمد متولي وإحنا تربعنا على جدول دولي وكان المسافة قريبة جدا وكنا بنقول عمرنا ما هنوصل والمسافة 9 و10 مش هنوعد نندب على اللفات ونوعد نتكلم على القديم إيه اللي الكواليس يعني يعني فبطولة من النوع ده إيه الكلام اللي بيبقى بين اللعيمة بينها وبنبعض الحالة العامة للفريق في حاجة مهمة يا أحمد أهم شيء الكبار 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 اللي بيقفله هو طبيعي في أمور كابتن سيد بيبلغ بيها ممنوع التعامل مع الصحافة ممنوع ده إدلاقة بقى أي تصريح للإعلام ملاش كلام في الميديا الكبار بقى كابتن شبيرو كابتن رمضان كابتن أيمن كابتن حسام وكابتن إبراهيم كابتن مجد طلبة المجموعة الكبيرة دي كلها كانت بتقعد وتتكلم معنا طبعا إحنا بقى خط ظهرنا كان الكابتن عبدالصادق يقعد يقول ملناش دعوة بالليه بيدور حولينا إحنا أهم حاجة إحنا نبعد أي هدف عن مرمارة ويسيبه التهديف للعبتنا إحنا خلاص كل واحد فينا عارف الجزء بتاعه دور بتاعه الدور بتاعه أنا راجل مدافع أبعد عن مرماي أي هدف لعب نص الملعب إزاي أوصل للمهاجم بتاعي إنه يجيب هدف أرجع للفرو بتاعي أقول له إزاي رباني يا كريمك تجيب هدف وتعززه بهدف آخر خلاص كل واحد فينا عارف إحنا عايزين إيه بس نادي الأهلي يودونن عن كل الأندية مش عشان أنا بنتمي للنادي الأهلي حتة الترابط والتلاحم ده مش موجودة عند حد جوه وبره عن طريق التلفونات عن طريق الأعداد التخصصية خطة ضهر نص الملعب فرهو ده دي سالة نجومنا الكبار برضو يعني إذا كنت أنت بتكلم النهاردة هكلم الشناوي وهكلم عمر السلاية وهكلم أيمن أشرف وهكلم وليه طبعا وليد سليمان رقم واحد هكلم بقى اللي موجودين في الملعب وليد هيتكلم كبير الأعداء والالتفاف حوالين إزاي نجيب لـ 12 بنت الشناوي جوه الملعب عمر السلاية أيمن أشرف علي معلول أفشا كل واحد فيهم لازم يعمل دوره وزيادة شوية على أكمل وجه بدني وفني الأهلي مطمناك كابتن عمر بلا شك مليون في المية النادي الأهلي كانت بنحصل حاجات غريبة شوية كده بسم الله ما شاء الله لقوة إلا بالله لعبة النادي الأهلي في مبارات أمبي إحنا عرفين أن الكابتن حلمي كان عنده من أحسن مدربين الأحمال الدكتور ممضوح من أحسن معدين الأحمال للعبة أمبي إحنا كنا بنشوف شد واثنين وثلاثة ليه أنا نهي المطش من أول دقيقة النادي الأهلي مش مطلوب منه غير كده أول ربع صعب أضغط أجيب جنو واثنين خلاص مش أدور على حاجة تانية إمكانياتك بدنية واثنين دي مهمة أو النبع كابتن عمر آآ بص واثنين دي مهمة آآ إمكانياتك البدنية هنقولها يا سيد أحمد إمكانياتك البدنية هايلة الأمور النفسية فوق الهيلة تحقيق ما قبل من البطولات كلها حققت كل ما يحلم به كل جميل النادي الأهلي من لعبة ومجلس دارة وجماهير خارجية المطلوب دلوقتي أنت بيجيب هدف لأ هدف واثنين وثلاث الهدف بقى بيقلقنا إن بنوصل للدية الأخيرة ممكن يحصل أي حاجة يحصل آآ تخازل بسيط مش هقولها بمعنى كلمة تخازل آآ تراجع آآ يعني بالزبط آآ في كلا ساعة مطلوب مني بقى يعني الكلمة دي أنا بقولها مالكش دعوة نص ملعب وفرودة يعمل إيه خط ظهر وحرس مرمى أنت اللي تقدر تعلي الكفة سيبه بهم يضعزهم وعزين مش مسموح لي أن أنا أغلط كمدافع أو حرس مرمى مش مسموح لي أن أنا أسرح مش مسموح لي أن أنا مش تريكش في كل كورة وما تسمح لكبت العمر يعني هو للدفاع والحرص المرمى والخط الهجوم مش مسموح مش مسموح مش مسموح تضيع مش مسموح تضيع تسرح يعني كلفة أنك أنت تضيع فرصة تجيب لك ثلاثة بنت دي إحنا دفعنا إحنا تكوينك يخد بالك يعني ليه جمهورنا دي لأهل يمركز قوي مع البطولة السنة دي يعني آل خمس سنين اللي فاتوا كوني سنناخد الدوري الجمهور بيوما بسوت وكل حاجة بس يعني ما كانش فيه التركيز اللي حصل في النسخة دي التركيز اللي حصل في النسخة دي أولا عشان قوة المنافسة ثانيا عشان بطولتنا وإحنا اللي فرطنا يعني فهم قصد دي إحسسك أن البطولة بتاعتك وإنت الأقرب ليها وإنت اللي تسحقها وإنت الأقوى وإنت الأقدر بإذن الله وإنك أنت اللي فرط دي مدايق الناس شويتين بإذن الله موجودة برضه أكيد أنت الناس بتكلم معاك يعني الجمهور بيتكلم معاك بيشوفك الناس شايفة إنه إحنا سبنا حاجات كتير أوي سهلة ما كانتش يلغ بينا إن إحنا نضيحها هقول لك على حاجة يعني من المتشاط اللي أنا زعلت فيها من لعبة نادي الأهلي ماتشل إسماعيلي أنت عملت كل حاجة ليه كمل النادي الأهلي جات له فترة ساعة ما قلنا على التدويج بالعشرة كنا بنقول مستر المسلماني كان بيتكلم مع اللعيبة هيجي لك ثلاث فرص هتمنهم أربعة ده حصل الفرص اللي كانت بيجي لك الثلاث فرص اللي يقول لك في كازرشيف الثلاثة جبتوهم اللي يقول لك في التراجي قبل كده جبتوهم اللي بيجي لك يعني ماتش أمبي أول كورة كورنا هدف السيست ما بين كهرباء و أفشة جون أقول أنا بقى حاجة صغيرة لأفشة بالذات لأنا أسف لكهرباء محمود أما لعب شغل محمود اللي هو إحنا عارفينه من النشئين أنه يمسك ويلعب ويريوغ ويحط ويعمل أسست عمل كورة استلام ودوران وأسست وتحضير من لمسة واحدة لأفشة هو ده محمود كده كنا بتكلم ده جول كهرباء بص لف دوران حضر كنا نبكلم في لمسة واحدة أنا ممكن أنا بحط البص يبقى طويل شوية قوي شوية لا أنا بحط عشان أفشة يحطها من لمسة واحدة نفس الكلام استلامه استلامه للكورة ودوران بعدلته لجسمه بخد بالك واللحظة اللي شاف فيها أو اللحظة اللي عمل بص فيها الأسست اللي محمود مجدي أفشة هو كان دهره لأفشة لا ده أنت حضرك أنت رازم تاخد بالك من حاجة هو مدي اتجاهين اتجاه للاستلام وأنا باجري عشان تتحطيلي ايه نمرة اتنين كل لعيبة انبي توقعت أن الكهرباء بعد ما سند هيشوط كل الاتجاه بص مجرد أننا بعد عن المسافة بتاعة المرأبة ما بيني وما بين المدافع لفيت وامتحطت الأسست في اللحظة اللي أنا وسعت الدايرة دي وعملت زي ما قوله خلق مساحة في الحتة دي لأفشة يحطها ببطن رجلو في البقيدة جولة صحيح ممكن نرجع بالكرة دي تاني نرجع بالجول محمود مجدي أفشة أنا عايز بس لو ممكن عندنا هنا الكرة هنا كهرباء استلم برجله الشمال وسند برجله اليمين كل ده وقفشة في ظهره يعني كل ده وقفشة في ظهره هنا لسه يعني لغاية اللحظة دي هو مش شايف أفشة لغاية اللحظة قبل ما كرة تطلع من رجله أفشة ورا منه بص حضرتك بعد ما استلم كده الكهرباء ولف وعمل السحبة وبص كده خيالش أفشة فلن الحمرة ظهرت خلاص خد بالك كمان بص بواليا فين بواليا كان بيقطع إحنا مبارح كان معنا واحد من المحللين الأداء المحترمين جدا شريف سالم كان مركز جدا على شغل الكهرباء في المطش ده طبعا دي دي نفس النقطة التالية كان لنا كلام سليم مية في المية ده هو الحقيقي الراجل استلم ولف وعمل دوران وعمل سحبة وعمل أسست كل دهات ما كملش أكتر من 30 سنية صحيح لا أقل من 30 سنية بكتير وكلمنا كمان على تحركاته في المطش مبارح الحقيقة وتواجده في أماكن نزوله تحت النص بصر سيد أحمد اللعب اللي رايح على الكهرباء التاني هيعمل تاكلنج للتزديد ايوه أمساحب خرج لتنين بره اللعب صحيح وعمل أسست لأفشة مأشار يبقى من لمسة واحد حاجون هو ده ايوه شغل الكهرباء اللي هو شغل على نفسه في الفترة دي الكرة دي من بدايتها الغاية لما دخلت الشبكة خدت 20 سنين احنا قلنا المين الكلام ده مع حضرتك وقلت لك هيعمله لا قلنا الكلام ده على حسين حسين الشحات هيوصل بأنه هو هيعرف الدرس كواس قوي ويفنطه على ثلاث مراحل أداءه وثبات أداءه ودعمه للتهديف للعيبة الناد الأهلي ليه أو لغيره بس أنا خلينا أقولك حاجة برضه عشان عندنا سنسور لطيف جدا في السادسة اسمه اختيرات الجمهور بقيس بيها ترمومتر الأداء بتاع العيبة تمام كهرباء والشحات منوارين أوه في فترة الأخرينية لاتنين كانت قبل كده كانت فين كانت ضلمة كانت سابع تاسع لا قبل كده كانوا بعيد تاسع وحداشر تاسع وحداشر احنا هنتكلم في الأربعة الأوائل في وجود أفشة هيبه هو في وجود أفشة من الأربعة الأوائل راهانك على كده تدخله من الأربعة الأوائل بس ديانج والشنوي بعيد شوية يعني سابقين بكتير ما أنا أقول لك على حاجة الشنوي سابات ديانج جود زلة بتاعت نص الملعب ما نتنقش بتقعدني وتنزلني أنا عارف أنا بعمل إيه ببدأ ألمطش وبشتغل أنا عارف إمكانيتي إيه العين اللي شافت خد منه شوية فكرة كلامة على الاحتراف حسيت أنه لا 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 ما أثر ما فيش حاجة قلت ما فيش حاجة قللت المجهود اللي إحنا بنشوفه بالعكس ده بيزيد من إمكانياته لتعليق سعره دي بتيجي على أبسط مثل يعني إحنا بنحس إن التلاتة سن الموسيقى وعمر ديانج حمدي عموماً خط نص الأهلي يعني يطمنك وخطة فعل أهلي برضو يطمنك يعني يعني وانا كده 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 طبعاً لازم أسألك على خطة فعل أهلي في مطش بكر والله يا بحمد أنا عمري ما هبص على الحاجات دي ده الناد الأهلي أنا هقيم خطة ده الناد الأهلي أحسن خطة دهار في أفرقيا لا أنا عايز أقول لك إنه بدر بنون بقله فترة بسبب علم لعبة الناد الأهلي الهدوء والباصم لا لا أنا أتكلمك على تقييم اللعيب أنا أتكلمك على مطش الطلاع بكرة تمام يعني شايف مين بكرة لأجهز للبداية بس خليني قبل ما ندخل في مطش بكرة عايز أتكلمك بقى كلمك في بقية مشوار الدوري وفي مطش الطلاع على وجه التحديد خلاص إحنا بنكلم على 26 ساعة تقريبا ويتكون مواجهة الأهلي وطلاع الجيش خليني بس تسمح لي أروح لفصل ونرجع بقى نفرد مساحة أكتر للكلام على مطش بكرة طيب نكلم على مطش بكرة زي ما اتفقنا يعني في تقدير كل الناس الحقيقة المطشات اللي جاي كلها صعبة بصرف النظر عن مين هيكون المنافس اللي قدامك صحيح ممكن تلاقي شوية مثلا الناس شايفة أنه مطش المصري صعب لكن أنا شايف أنه الأربع مطشات المفروض أن اسم المنافس فيهم ما يترجمش لأي شيء أنت بتلعب المطشات دي أين كان المنافس وأين كان ترتيبه وأين كان طموحه وهدفه عايز ينفس على أنه هو يحفظ في المربع عايز يهرب من الهبوط في النهاية الدوافعة واحدة دايما كلها قدام الأهلي ومطشات الأهلي مع كل فرق الدوري بتبقى في حتة تانية يعني بتحس أن كل الفرق الحقيقة لو بتأدي بنفس مستويات الأداء اللي بنشوفه قدام فرقة النادي الأهلي الدوري المصري دا يروح حتة تانية يعني حطه كده جنب الدوليات الخامسة بتاعت أوروبا هتشوف مستويات وهيبقى فيه كرة في مصر وهيبقى عندك منتخب عالمي بكل المقاييس لكن للأسف مش عارف ليه يعني مش قادر أفهم الفلسفة مدام عندكو دا ما بتطلعهش ليه بس غير قدام الأهلي ليه مش قدام كل الفرق مرة تانية الأسد طبعا مفهوم يعني مفهوم بس أصل دول لمصلحة الكرة عموما في مصر ولمصلحة المصر أنا يهمني أن مسابقة الدوري المصري تبقى المسابقة رقم واحد على مستوى على أقل القارة أفريقيا والمنطقة العربية شايف أنه عندنا قاعدة جماهرية كبيرة جدا وعندنا أندية لها تاريخ كبير جدا وعندنا لعيبة كويسين وبنصرف الحمد لله الأندية ما بتبخلش لا على تعقدات ولا على مديرين فنيين بس الدوري المصري يعني أنا أسف في رسخته دي هزيل جدا ضعيف جدا يعني هي دي سمة البطل في المعاملة مع الآخرين الناس بتبصوا على الناد الأهل إزاي إن أنا رحققت نتيجة إيجابية في حاجتين اسمي هتدول كتير هبقى بيتنظر لي نظرة إن أنا ممكن أبقى من ضمن الناس اللي ممكن للأهل يشتريني كان بيتقلنك كده في المحاضرة كبسة بيتقلنك يقول لك يحترمك جدا بعد ما تحقق النتيجة وتعمل لسكور راسه براسك بعد ما يتعادل معاك أو لقد الله أنك تخسر كان الأول قبل المباراة بيجري عليك عشان يتصور معاك بعد المباراة بقى زي وزيك وبيتكلم بهذا المنطلق ومن هذه القوة بعد ما أدى الأداء ده يقول لك بس أنك ودينانا المكان ده كلنا بنتمنى كلنا ما كنا في أندية تانية وجينا الناد الأهلي اتعلمنا وشوفنا احنا جينا ازاي وتعبنا عشان نيجي ازاي والناد الأهلي مش كيان لا ده كان يعمل كيان ممتلق جدا بأي حد بيتضاف له الأهل اللي بيضيف مش اللاعب اللي بيضيف لناد الأهلي طيب أبتدي معاك كلامة عن مطش بكرة في رئيس التلاعي بتشوفها ازاي الأول يمكن بس يوني أعمل فرقة كويسة ويعني عارف هو في حدود إمكانيات اللاعبة اللي موجودة وفي حدود إمكانيات ناديه هو عايز ياخد حتة معانا ويتواجد في المكان الدافئ في الجدول أنا أيا كانت لسه بتقول لسه زحمة أيا كان الإسم هيحقق من الأربعة الأوائل عشان يخش مربع أو هينتشن نفسه من الهبوط للثلاثة أو الأربعة فرقة اللي تحت مليش دعوه بحد أنا عندي التلاثة بونت يخلصوا أداء كنا نقول الأول أداء شكل جمالي وسكور لا دلوقتي بنقول أداء بثلاثة بونت أيا كان الشكل تمام انت منتفق بقى مع تصريحات مستر موسماني قالك أنا اللاعب في الأربعة مطشط والله ما أريد حاجة وما أسمعتش حاجة ولا أريد حاجة أنا مش عايز غير حاجة واحدة بس 12 بونت يخلصوا إزاي بجون كرة تقبط في المدفع وتطلع كورنان تتسمى زي ما بنلعب في الشركات بربع جون مليش دعوه بكلام ده أخذ التلاثة بونت بتاع كل مباراة عند أربع مباراة بـ 12 أنا ماشي في طريقي بدون أي تعصر مش عايز حاجة تاني هم أنا مليش دعوه مش عايز أبص على حد خليهم تملي هم اللي يبصوا علي خلي الدفع ييجي مني أنا مش الدفع ييجي منهم هم لي أنا شغال الأربع مباراة بالـ 12 بونت سيب بقى لأقاية آخر لحظة التدوج ده هيبقى شكله إزاي الفرقة اللي عندها دفع سواء كان إنها هتحقق مركز متقدم يعني خلاص طبعا الفرقة اللي هتشارك في أفريقيا تحددت وخلاص ما بقاش ده دفع في حد ذاته لكن أقصد أقول الفرقة مثلا اللي عايزة تهرب من قاع الجدول تهرب من الهبوط عندها دفع إنها تلعب وعندها دفع إنها ما تخسرش وعندها دوافع تخليها تلعب كور كل الدوافع دي تحترم لا لا مش ضد بالعكس لا تحترم كل واحد من حقه يبحث على إن هو يحق كل واحد عنده طموحي حق ذاته أنا طموحي أكسب مليش دعوة بكل البداية لكن أقول الفرقة اللي في النص دي الهادية دي اللي ما عندهاش حاجة بتلعب عليها عندهاش حاجة تخسرها في أوقات برضو يعني إن تعرف فكرة هدول أعصاب دي كابتن طبعا مهمة جدا في منتغل أهمية طبعا أنا بتهلي دع هيبقى على لعبة الأهل يعني إنك إنت نازل وعارف إن ما عندكش بديل عن التلاتة نقط التلاتة نقط ده في حد ذاته عب نفسي وعصبي كبير جدا على لعبة النادي الأهل إزاي يبتدوا هم مش متنشنين يعني في حالة ريلاكسيشن عشان يقدروا يلعبوا كرتهم ويطلعوا لعندهم ويجيبوا التلاتة بونت في النهاية هم تلات حاجات تركيز واعتقد أن المسلم المسلمين الفترة اللي فاتت مداش فترة طرحة خالص اشتغل على طول تركيزك روح الفلنة الحامرة النتيجة والأداء هيجوا الاتنين الأولين دو المهمين قوي تركيزي روح لعبة النادي الأهلي النتيجة هتيجي هتيجي ما فيهاش ما فيهاش رابع ما فيهاش ما فيهاش رابع خلاص انت بتتكلم أول حاجة أنا مركز عشان أخذ من المباراة التلاتة بونت روحي عشان أحقق التلاتة بونت مرتبطين ببعض انت اللي عاودتني أنا كنت في يوم من الأيام العيب دولوقتي أنا موجود دولوقتي متفرج عارف انك هتجيب جون في أي وقت عارف انك هتحقق المعادلة الصحبة وتعمل سكور عارف انك هتحقق الاثناشر بونت بإذن الله عارف انك عاودتني ان البطولات ما بتخرجش برك ايان النادي الأهلي عاودتني ان ده خمس سنة وارا بعد وان شاء الله تبقى ستة عاودتني انك جبتلي العشرة عاودتني ان انا سفرتني كاس عالم وحققت برونزية وحققت تاني عاودتني خدت الصبر الأفريقي عاودتني ان انا هلعب على الصبر المصري عاودتني ان انا هلعب صفر أفريقي تاني صبر أفريقي تالت كل دوت انت كل دوت انت اللعيبة مجلس دارة الله يكون في عونه وامثله في كابت محمود الخطيب الله يكون في عونه اللي هو عمله في كل الفترة اللي فات شال حمل محدش يتحمله أبدا حلو قوي انا وفرت لك كل ده عندك مدرب اي شيء بيحصل جوه النادي بيقول لك اما تيجي تكلمني ايا كان اللي بيغلط انا بتعلم وبمارس مع لعبتي وبتعود وبقرب وجهات النظر بيني وبنلعبتي عشان كان النادي الاهلي اللي انا حققت معاه البطولات اللي عمرها ما هتتحقق مع اي اسم مدير فني في الفترة البسيطة دي قلنا في وجود حضرتك في برنامجك مستر موسيماني محظوظ بالارقام كل ده كان شغاله وبيكسب هل هو ده عصر سحرية ولا ده اجتهاد لا طبعا محبود ترجمة شغلك فيه طبعا ترجمة الشغل اللي هو عملها دي جزء بسيط بيتألف محاضرة و80% اللي عيبة بتنفس ومجلس ادارة بيوفر لك المناخ اللي يحصل فيه ده كله اللي عيبة فيه ده كل حاجة عارف ما تعمل اللي عليك لغية اخر لحظة وقول لك بعد الشر ومش هتحصل افتكر برضو انا معك وفي البرنامج هارض لك معلش مش اصدق خلاص انا عارف انك انت عملت اللي عليك بس باذن الله هقول لك انت بس دخلتني في ضغط شوية وكانوا اربعة كانوا قابل كده تمانية وتسعة ممكن تسعة تمانية بنت وسبعة بنت معلش احنا ترجعنا شوية حتى لما تساوت النقاط كانت الافضلية لك يعني حتى مع تفريتك في العدد النقاط دي كانت الافضلية لك سواء بالمواجهات المباشرة او سواء بفرق الاهداف هديك مثل بسيط قوي احنا منتظرين نتيجة السنوية العامة بنقول ان السنوية العامة دي انا بقالي سنين كنت موجود معاك في نفس السنة اما انت في اي لحظة ومش هيحصل انك تحقق نتيجتك في سنوية العامة انت بتكلمني وانا بكرس طب انا خلصت من بدري ان حلو كنا مع بعض ماشي 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 متفقين يا كافر عمرو متفقين مش مختلفين طبعا بس الاهلي انا زي كنت بقول فاللي ما عنديش شك فيه انه 99% من الاهلوية عندهم ثقة انه الدوري ان شاء الله بإذن الله هيتحسب في اللحظات الاخيرة وانه الدوري بإذن الله في الجزيرة الثقة دي من كنا احنا العيبة وبعدين مدربين وبعدين قاعدين في بيوتنا بنتفرج انت اللي عودت على مدار السنين دي كلها مش ايام جيلنا ولا جيل الحالة ولا جيل المقبل بقالها سنين انك انت ما بتنفعش غير تبقى الاول ما مينفعش غير بتبقى البطل ما مينفعش غير انك انت يتم تتويجك والاهم انك تستحق تكون في المكان دي بس خلاص يعني انت عامل مين موسم الحقيقة والاروع وكل الظروف الصعبة انتقابل انا وحضرتك هنا ونقول مبروك الجديد ان شاء الله بإذن الله ما حبش اذكر بقول ربنا يكرم ان شاء الله ثلاثة كده لفت ونظري في المطشين الاخرانين وبالذات مطش الاسماعيلي شوية عشان نتيجته يعني وهي واتوقع انه القضاء دي من الولد انها تتكرر في المطشات الجاي فكرة انا مش اقول اسماء لكن فكرة انه من الممكن جدا من الولد جدا طول ما النتيجة مش في صالحك انك تتعرض لمحاولات استفزاز وهنا مهم جدا جدا فكرة انك انت تبقى عامل كنترول على عصابك لانه من الولد انه نتيجة خروجك او عدم سيطرتك على عصابك تكلف الفريق وتصعب من مهمة الفريق خلينا نتكلم في ده اكتر ونتكلم في تشكيل بكرة طريقة بكرة من وجهة نظر كابتن عمر الحديدي واللي هركز معي طبعا على خط الدفاع بما انه كان واحد من اهم نجومه بس خلينا نروح لفاصل كابتن عمر ونرجع نكمل كلامنا عن طلايا الجيش افتكرنا انا وكابتن عمر الحديدي لقطات كده من مطش الودات فقبل نهائي افريقيا النسخة التاسعة النجمة التاسعة واحد من اغلى البطولات اللي حققها طبعا النادي الاهلي وان شاء الله باذن الله مشوار البطولات ممتد نبتدي نتكلم بقى على كنت بتكلم يمكن مع كابتن عمر قبل الفاصل عن لقطة يعني لحصطف مش هقول اسماء زي ما قلت لحضراتكم بس يعني لابد انها تتحط في الاعتبار لانه من الورد جدا في ظل حالة الشد العصبي الرغبة كل قسمة هيقابلك عارف تماما انك انت نزل لا تراجع ولا استسلام ما عندكش اي اوشن او اي اختيار غير انك انت تحقق تلات نقاط وبالتالي بتلعب المباراة عصبك مجدودة من الورد جدا وده طبيعي في علام الرياضة انه حتى ممكن يبقى فيه توجيهات من المديرين الفنيين للفرق اللي هتلعب قدامنا انها هتقول لبعض اللعبتها حاولوا تطلعوا اللعيبة الاهلي عن شعوره حاولوا انك انت تستفزوا حاول انك انت تدي له كارت اصفر فيبقى كاشش تولي المباراة او ياريت كارت اخر تخرجوا ساعتها من التركيز اللي هو فيه وللأسف زي ما قلت يعني لاحظت شوية انه فيه لعيبة استجابت لده ارجو كمان انه ده ما يحصلش المشاط اللي جاي مش ده السيناريو والد كابتن عامر طبعا بس احنا في الحتة دي احنا كنا بنتفق في الاول الكبار طبعا قابلهم الكابتن سدعب حفيز الحتة دي مهمة اوي سيد العيب كرة وحضر معانا وحضر بطولات ودلوقتي بقى في منصب مدير الكرة عارف المواقف دي وعدت عليه كتير اما اللعيبة الكبيرة الشناوي وحمدي وعلي وافشة الحتة دي هادية يعني انا عارف حضرتك يمكن نتكلمنا انه انت في الفصل 3-4 العيبة احنا قلناهم بالاسم عارفين لا انا عارف ان اقدر اخرجك من شعورك بسرعة عشان انت مسبب لي مصدر قلق اي اخرج من شعورك بعنف ومتزايد لو ملتحمتش معاك في كرة مشترقة بسيطة هلتحم بكرة جامدة اوي فهبتدى خرج عن شعورك ممكن ايدي تخرج عن شعوري وانا بلف اعمل لك كده فالحاكم يقوم بدين انذار ممكن يكون في لفظ معين بيتقال محدد سامعه هقوم انا شدد معاك في حاجات بتحصل كنا يعني كلنا حضرناها بتبقى محتاجة سباة انفعالة من اللعب ما يخرجكش برا تركيزك تركيزك هو التلاتة بونت التلاتة بونت هو خلاص فقط كل حاجة انت خدت التلاتة بونت وحققت الهدف بهدف واثنين ان شاء الله وثلاثة خلاص خرقته برا التركيز وعملت زي ما بنقول بلغة كرة نصبت السركك بالاداء والاستحواز عظيم طب نتكلم في تشكيلة بكرة كابتن عمر مقتنع بالبداية ببدر بنون انا طبعا اسأله بداية على خط الدفاع بما انه طبعا واحد من اشهر مدافعي النادي الاهلي لكن هو يمكن انا سمعت التشكيل منه في وقت الفصل بس خلينا نرجعوا مرة تانية وحضراتكم تسمعوا وجهة نظر كابتن عمر الحديد في تشكيلة الاهلي بكرة بداية طبعا الشنية وما فيش خلاف عليه بداية جاجز بص اكرم في الحتة دي بيجمع ما بين الحتة الهجوم من الحتة الدفاعية وفيه طمأنينة لخط ظهر النادي انت عجب الشنية اكرم اول اه طب بص ما بفكرش يخبر في حاجة واحدة الاداء والتوفيق من عند الله خلاص هو بيقدي والتوفيق من عند ربنا حليف والموضوع منتهي بنيجي البدر بقاتل الولد الحقيقي اه طبعا بنيجي البدر وبنيجي لأيمن ممكن اقولت الحضرك في الفصل اما بيبقى ايمن وياسر تمام اللي احنا بنبص مين هو اللي في وقت المراقبة على فرود ده هدف اكرم توفيق بالمناسبة تمام بيكون الفرود انا بلعب عليه مان دي مهام ياسر تمام وما بتنقل الجهة التانية بتبقى مهام ايمن مظبوط بدر العقل بدر العقل مش مساك يعني لو لعبوا فرود واحد ايا كان من هو مش اختلاف على امكانيات بدر ولا على نقاط تميزه لكن انا بيكلم عن الجهزية بقى له فترة غاب تدينه مطر يعني برضو مليون في المية شغال مليون في المية شغال مش بنقول ان الراحة بتاعة الاصابة او الكورونا بالمسحة انك على جنب لا انا شغال تدريبات عشان ما فقدش الفورما اللي انا فيها عظيم وبعد كده هعمل المسحة المسحة دي مش هتضعف من من خمسين في المية من ادائي خش خلاص بدر ايمن علي راحة اكرم توفيق بدر بنون اكرم ايمن اشرف ايمن اشرف علي معلون وقص ملعب بكرة اجباري اتنين ديانج وحمد فتح تمام قدامهم افشل رجعت انت في كلام رجعت في واحدة رجعت في واحدة ها هقولك على حاجة فضل كهربا وحسين بعد ما اطمئننا على حسين النهاردة ايمن انا باخد منه حاجة معينة حسين وكهربا باخد منهم وقت معين واداء معين بعد كده انا متأكد ماقدرش اقول البدائل النسخة التانية من المباراة بيبقوا مين طاهر وصلاح طاهر وصلاح ما فيهاش كلام تمام تبتدي ببواليا بكرة ما فيهاش يعني طبعا ربنا يا شفيك محمد شريف ربنا يا شريفين هيأثر غياب شريف تفتكر على الاهلي في المطشاط اللي جاية هقولها بالحق يعني اتعشم اتعشم انه مطش بكرة يكون اخر غياب لشريف في ال هي احنا هنقول ان الفرق ما بين مش فرق في الكرة او التقييم الفني بين ببواليا وشريف هو شريف الحس التهديفي موجود موجود اه بواليا جيه انت بتاخد من بواليا ايه اسست ارتقاء ولعب بالراس كرة عرضية تزديدة بشماله القوة الجثمانية اللي هو بيسند بها للقدمون من الخلف زي افشة وزي حسين وزي كهربا خد بالك دلوقتي بقى كهربا الاسست مع افشة الكيميا كان افشة بيخدم على كل بقيت دلوقتي كهربا وقفشة الكميا بتاعتهم لايقة مع بعض يوزع لمين ايه دويتو بتدى بالزبط كده عالي وواضح بالزبط ده هدف بواليا في مطش الانتاج لسه نبولي ارتقاء وتوقيت وتعامل مع الكرة من يعني اكثر من هايل توقيت صعب الوقت عشان يحرز الهدف كرة دي لو ما جاتش خلاص كان هيدفع تمنها غالي جد جد بص اول واحد شريف ايه تاني واحد الخيال بتاع الشريف احجب الرؤية ايه ده يتحسب العلي لا يعني لعلي طبعا ولا اروع اوفر عالمي لكن ديانج ديانج واخد الكرة من هناك ما اختلفناش انه عمل كل حاجة لغاية ما وصل لوقت معين لعب لعلي عارف اصعب حاجة سوز احمد انتنسى بتقول لو دي ما جاتش كان تكلفت واليا كتير ايه هي انت تتكلم الوقت توقيت الطلوع وتوقيت الارتقاء مع الكرة ده صعب اوي للمهاجم والمدافع واحساسه بانه جاء انه جاب جون جاب تلاتة بونت الاهلي خلاص دخلوا في حتة تاني دخلوا في حتة تاني خلاص طب سريعا هقول لحدك قائمة الاهلي هتسافر عشان ماتش بكرة واخد رأيك فيها تكلمتنا على التشكيل القائمة بكرة ان شاء الله هتبقى محمد شناوي علي لطفي حمزة علاء معاهم محمود وحيد طبعا دول حراس مارمى محمود وحيد احمد رمضان بيك امرامي ربيعة ياسر ابراهيم محمود كهربا حمدي فتحي مروان محسن ايمن اشرف حسين الشحات اليو ديانج محمد مجدي افشا صلاح محسن علي معلول اكرم توفيق والتر بوليا طهر محمد طهر جونيور اجيه ومحمد هاني ومعاهم احمد نبيل كوكا دي قائمة الاهلي ان شاء الله اللي هتسافر بعد شوية لسويس من اللي موجودين خارج شريف للاصابة والسولاية اللي حزولها انزارة تالية السولاية غاب عشان انزارات وشريف ووليد وان كان وليد دايما انا بأكد حتى وان كانت الاصابة منعاة من التواجد في الجوة الملعب انا شايف ان وليد من اللعيبة اللي عندها دور كبير جدا ان شاء الله باذن الله واباذن الله فقط اللبس يكون موفق مع الفريق ممكن اكون مش موجود في الملعب بس الدور اللي عليا للعيبة للطموح والشدة والهدف يبقى دور وليد اللي جاي الاصابة تمنعني عن الاشتراك بس الاصابة ما تمنعنيش عن الدعم صحيح طيب خليني كمان زي ما اتكلمنا على قائمة الفريق اللي بسفرة بكرة او بسفرة النهاردة السويس اشتراك بكرة مع طلع الجيش عايزة اخذ رأيك كمان في قائمة الفريق اللي هتشارك ان شاء الله مع الاهلي في انطلاق النسخة الجديدة من بطول الدوري ابطال افريقيا واللي بإذن الله ان شاء الله قادرين نخافز عليها على الموسم التالي التالت على التوادي بس قبل ما نكمل كلامنا مع كابتن عمر الحديدي دي قائمة النادي الاهلي زي ما ظهر قدام حضراتكم على الشاشة الشناوي علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء سعد سمير دي قائمة الافريقية اه دي قائمة الاهلي افريقية مش قائمة بكرة قائمة بكرة علناها وقلناها لحضراتكم لكن قائمة الاهلي الافريقية محمد شناوي علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء معهم سعد سمير رياسر ابراهيم رامي ربيعة محمود متولي بدر بنون ايمن اشرف احمد رمضان بيكهم محمد هاني علي معلول محمود وحيد كريم ندفد حمدي فتحي عمر السلية اليو ديانج اكرم توفيق محمد محمود محمد مجدي افشة ناصر ماهر محمود كهربا ومعاهم طاهر محمد طاهر حسين الشحاية وليد سليمان جونيور أجي أحمد نبيل كوكا أحمد سيد غريب وولتر بواليا صلاح محسن مرون محسن ومحمد شريف طبعا افكر حضراتكم للي ما يعرفش انه اتحاد الافريقي سمح بقيد 40 لاعب في قائمة كل نادي السنة والمفترض كمان انه هيتم السماح دي واحدة من التعديلات الخاصة بالبودلاء هيتم السماح بتواجد 9 بودلاء على ديكة الاحتياطي بدلا من سبعة وده الاختلاف اللي موجود عن نسخة السنة اللي فاتت نروح ل قائمة كاملة قائمة كاملة ما تغيرش بس نقول مبروك لأحمد سيد غريب ابن الكابتن سيد دي جديدة لعيب صغير أحمد نبيل كوكا أنا عارفه طبعا كان من ولادي وإحنا موجودين ساعة الأكاديمية كان بيتمرم معنا لعيب كويس فيروك كويس قوي زي أبوه أبوه كان فيروك كويس جدا طبعا طيب خلينا نتكلم بالتفصيل أكتر عن القائمة وعن الاختيارات بس اسمحوا لنروح لفصل ونرجع بعده نكمل كلامنا مع نجمينة وضفنا النهاردة فيه السادسة كابتن عمر الحديد مرة تانية أهلا وسهلا في حضراتكم كنا نتكلم شوية اختيارات كده ويمكن على قائمة أفريقيا اللي لسه أهلها لحضراتكم قبل الفصل على طول كنت بقول لكابتن عمر مين من اللعيبة الأهلي المعارض تستحق أنها تكون موجود موجودة إن شاء الله مع فرية الأهلي في مشوارة في أفريقيا السنة دي خلينا ناخد السؤال نفس السؤال مرة تانية على الهواء طبعا في أحمد عبدالقادر وفي عمار حمدي وفي كريم فؤاد كريم طبعا خلاص يعني هيعلن بالزبط كده هذه التلات لعيبة الأهلي هيتكلم عنهم الفترة اللي جاية أو المستر موسماني يتكلم عن رجوع عمار ورجوع أحمد عبدالقادر ورجوع وشيرا كريم فؤاد ويمكن كان أحمد في الوقت ده أحمد ياسر كان في الوقت ده هو وفق له أنه يطلع عارة لألتاي سبورت خلاص مع الموضوع في تركيا الموضوع سهل مش صعب يعني نعرفين اللي هيتضمن لناد الأهلي بالتوفيق ليهم إن شاء الله إن شاء الله هم فترة الأخيرة إيه تقول لنا أهم نغطي قوة ضعف يعني لو أنت النهاردة بتلسم تاكتك أو طريقة لعب الناد الأهلي شايف من أين تقكل الكاتف زي ما بيقول بصخص أحمد أول حاجة أنا ليه هدف إن أنا أحقق ثلاثة بمط أضغط من أول دقيقة أحقق المراد وبعدين أعمل الاستحواز والأداء واللعب الجماعة اللي إحنا متعودينه من الناد الأهلي أضغط ضغط من فوق ما فيش وقت للمجارات ما بين طرفين نقل استحواز إذا كان الجيش كل ما الوقت بيعدي هو في هدوء والأهلي متسبب له ضغط حققت المراد أنا الأهدى وبعزز بهدف تاني تخاف منه في إيه يعني تخاف منه في عناصر معينة موجودة فيه شايفها مصدر خطورة تخاف منه في فريق عنده القدرة إنه بينقل الهجمة بسرعة وبالتالي ممكن يستغل لمساحات أو يلعب على مرتدات يعني أكون الحتة اللي بأكد عليها الخطة دار ناد الأهلي الكور العرضية اللي مفيهاش سرحان كور العرضية اللي مفيهاش سرحان والربط والكلام ما بين الشناوي والأربعة اللي قدام أو التلاتة اللي قدام أو الاثنين اللي قدام وديهم هم قوي تدقيق المساحات في حتة معينة عشان ما تديش مساحة أنت ممكن وانت شغال تبقى فيه شطة أو تزديدة معينة تدقيقك أنا أبعد نفسي عن ده أحط نفسي في حتة معينة أنهي المباراة من بدري تدقيق المساحات أضغط من فوق الفرصة اللي هتيجي تستغل تلتمية المية مش أفرط في فرصة وأقول ما هتيجي لا اللي هتجي لك أتعود اللي هتيجي هي دي اللي هتحقق مرادة تلاتة بند بكرة أنه أنه بواليا بيبتدي المطش يعمل عليه لوت زيادة يعمل عليه يعني دايما كان بينزل بديل وبيسجل لا المطش اللي فات كان موجود من أول المباراة المطش اللي فات طبعا آه نزل هو اللي جاي بالجنة الأولانية خلاص زي ما نقول حس التهديفي جيه اللي جاي تسعين في المية هيبقى فيه حديث ما بين مستر مسماني وبواليا في حاجة معينة الربط ما بين أفشا وحسين وكهراما معاه في حاجات معينة لازم بيقى فيها ربط من الأربعة دول عشان تحقق الهدف بتاع الهدف الأول دي مهمة أول طيب نقول مرة تانية قايمة الأهلي بكرة إن شاء الله المطش طلاع الجيش مع مشاهدينا خليني أقول لحضراتكم بكرة إن شاء الله الفرقة اللي هتسافر النهاردة استعداداً لمواجهة طلاع الجيش على ملعب أو على استاد الجيش في السويس بكرة محمد شناوي علي لطفي حمزة علاء حراست مرمى محمود وحيد رمي ربيعة ياسر إبراهيم علي معلول أكرم توفيق محمد هاني أيمن أشرف أحمد ربضان بيكم خاط الدفاع حمدي فتحي أليو ديانج أفشة أحمد نبيل كوكا طاهر محمد طاهر جونيور أجييه ومحمود كهرباء وحسين الشحات ومروان محسن وولتر بوليا صلاح محسن في الهجوم وطاهر موجود صح قلنا طاهر محمد نحن ما فيش حد زي ما اتفقنا وليد شريف للإصابة وليد وشريف للإصابة عمر السلال حصول على نزال التالي كنت بكلمك على مواطن خطورة في طلاع الجيش أو يعني اللعيبة اللي انت ممكن تبقى الألقاء منهم محتاج تعمل يعني ضغط عليهم فريق بيجيد المرتدات ما عملش الحاجات السازجة الفاولات اللي تعمل لقلق على التمنتاشر القوار العرضية اللي بيبقى فيها سرحان شوية في المرأبة المتشاط الإزادية يا سيد أحمد بضغط من أول ديئة للجزء الهجومي وبدأ المساحات وبربط ما بين خط الظهر والفراودة نصف ملعاب أنا متأكد بالقالي بكرة يبتدي الضغط وأنه هيحاول يخلص المبارا بدري ده شيء يبقى نمش أليه أنا بكلمك على عناصر الخطورة أنك أنت مدافع أنت دايما يعني فيه ماتشاط ممكن تبقى الفرقة مش قوية قدامك لكن فيه مهاجم أنت تبقى شاهل الهمه أو عامل حسابك أنه المهاجم ده حيتعبك في المباراة دي طلع الجيش عندها المهاجمين من النوع ده اللي تقلق منهم ونصف فيه نصر منسي فيه نصر منسي فيه نصر منسي فيه أحمد سمير عمر مال هيراجع بكرة عمر مال يبقى أنا بقول أن الموجودين فراودة في طلع الجيش يبقى زيادة المراقبة عليهم أكتر من مية في المية على فترات الماتشو كلها مش وكرة مش معي أنا مش برائب لا وكرة معي أنا برائب وعيني عليه وكرة جوه السندوق مراقبتي تلتمية المية طول ما أنا خرقت برا الشيء اللي يقدر يخلي الفراود يهدف أنا كده في أمان أنا بتكلم على خط ظهري بتكلم على خط ظهري الناد الأهلي طول ما أنا بلعب مان وما بعملش مواقف سازجة هتحسب عليها طيب أو تسبب لي مشكلة أو تسبب لي بدخول هدف يبقى أنا بلتزم بكل اللي تقال وكل الرابط اللي ما بين الزمال وبعض إذا كانت مثلا أيمن وبدر ياسر وبدر أي أن كان اللي موجودين بس هو هيبقى الأرجح بدر وآيمن الربط والتغطية اللي في ظهر أكرم الهدوء اللي بيميل منه ديانج لتأمين علي معلول الجزء اللي بيعمله علي في الربط ما بينه وما بين كهربا الحاجات دي كلها بتأدر الجزء الهجومي أنا مش أقلق منه الجزء الدفاعي هو اللي يقلقني فأولاد الساسجة الحاجات المقرية وإنت قاعد بره تقول أنا لو ضغطت بالأسلوب الفلاني أقفله بره عشان يخش جوه لا حاجات أنت اللي بتفق العقدة والمطش الشغال بس يوني مطاقة أنه يلعب جيد مفتوح ولا يلجأ لفكرة التكتل وأنه يقفل ويأمن ويحاول يخطف أو يلعب على مرتدة هيقيس الناد الأهلي الأول أول ربع ساعة الأهلي عايز إيه من المباراة هيشوف الناد الأهلي عايز إيه ضغط من أول دي هيدايق المساحات ويقرب المساحات ويقابل الناد الأهلي من نص ملعب في تكر الكلمة في لاني بقوله حضرتك هيقابل الناد الأهلي من نص ملعب طيب هو مش بعيد على فكرة هو 38 نقطة في المركز الثامن يعني أربع مطشاط أنت بتكلم على 12 بنت ممكن يقلبوا حال الجدول ده كله وتلاقي إنه الطلاع بيحاول يهرب من الهبوط فده برضو إلى حد ما جدا ومبني بسيناريوهات لقدر الله إنه المباراة تعقدت حساباتها تعقدت يعني إنه الوقت بيعد بينا ومش عارفين يسجل دوارد أو إنه لقدر الله الأهلي يستقبل هدف مثلا إيه الطريقة اللي تتوقع في أوقات كتير جدا مستر موسلماني ده خصل في مطش الإسماعيلي كنت متقدم وقرر إنه يلعب بتلاتة في نص الملعب يعني نزل حمدي فتحي في المباراة دي وبقى بيلعب بالتلاتة ديانج والسولية وحمدي فتحي في مطشات تانية بيغامر يعني في مطش من المطشات مطش الانتاج اللي كنا لسا بنعرض فيه هدف بوالية أنا فاكر كواس جدا ننطلع على المساكين وودة ديانج خط الظهر وفتح الملعب وبقى هجوم كاسح الأهلي تقريبا كله فرقة الأهلي كلها بتهجم بشكل معاين السيناريو الأمثل أو تغيير طريقة اللعب من وجهة نظر كابتن عمر حديدي في حالة إذا ما سيناريو المباراة مشي زي ما احنا عايزين يمكن أنت حضراتك بتقول في مطش الانتاج كان في الوقت ده هو بيقول هيقلده كل في كل في كل حاجة أنا بضغط في كل حاجة وبسيب واحد أو اتنين بيبقى تسعين في المية ديانج وياسر والشيناو بيبقى موجود أنت بنتخيل عشر لعيبة يبقوا في الصندوق أنت بتكتل المطشات اللي زيدي تخلص إيه كرة سابتة كرة عرضية ضعف في المرأبة من الخصم هي بتخلص كده أو في السيناريوات التانية كان بنزل محمود وحيد ويحرر علي معلول خلاص ما أنت بتقول لي بقى إيه علي اعمل مهام هجومية ما تدفعش ما أنا وقفت لك الحتة دي علي في الوقت الأولاني شغال وينجليفت وهافليفت وباكليفت للتغطية العكسية في وقت بقى بقى بقول له لغاية نصف مالعب بس هتضم محمود وحيد في الحتة دي ويقول لي علي حرية إن علي عنده كيميا بتنفع مع أفشة وطاهر وديانج حتة النقل وكروس باس اللي بيعمله بيعمله على أعلى مستوى أنت مطلوب منك إن في حد منبه هاجم هيبع عندك بدر وقيمة هتضم أكرم وهيضم علي معلول في نص الملعة أما بيضم عليهم هتلاقي في الوقت دو بيضم من اليمين حسين ومن الشمال كهرباء وقف مكانهم أكرم وعلي وديانج برضو هو وحمدي سبتين يبقى هتلاقي اللي تملي هتلاقيهم موجودين حمدي بيمين ناحية يمين تحت أكرم وديانج بيمين ناحية الشمال تحت على معلول وهتلاقي اللي بيلم تحت أكرم وديانج ومعلول وحمدي بدر وقيمة أشر سواني كابتن عمر أوراق الأهلي الربحة اللي رهن عليها عمر الحديد في موتوش طالعي الجيش بكرة بولية وقفشة وحسين الشحايا بولية وقفشة وحسين الشحايا وهقول المفجهة هيبقى كهرباء كهرباء كل التوفيق للأهلي بكرة إن شاء الله في انتظار مباراة وبكرة يمكن حلقة السادسة هتكون تغطية خاصة جدا قبل مواجهة الأهلي وطلعها الجيش المواجهة الأولى في أربع مواجهات متبقية في سباق المنافسة على لقب الدوري اللي إن شاء الله بإذن الله دي جالتنا عندها قدر على تحقيق وبشكرك شكرا جزيلا كابتال عمرو قلت حاجات كتير جدا هنرجع لها في حلقات جاية إن شاء الله بإذن الله ونتمنى أنها تكون إن شاء الله بإذن الله يعني أو تكون موفق فيها بشكرك كمرة تانية على وجودك معنا بشكر حضراتكم على متابعتنا ونقابلكم بكرة إن شاء الله حلقة جديدة والسادسة تحيات الكل جماهي للنادي الأهلي